مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربية الفيديو مات اليوم هو عن طريقة منع المواقع الغير موثوقة أو مواقع التجسس أن تسرق لقطة شاشة لوجهك بدون علمك قبل ما أبدأش راح الطريقة طالب أن تشتركوا بالقناة فعلوهم جو ستاك الفيديو في البداية طبعا بعضنا ندخلت على متصفح جوجل راح تشاهد في بعض المواقع تكون هاكر فهذه المواقع أنه أنت فقط تكبس على الرابط راح ياخذ لقطة لوجهك لأن أنت تسمح لأنه يدخل وانفك عالشي هذا راح أدخل من داخل إعدادات الآيفون عملت ستمنع مواقع اللوايب أنه توصل إلى عدادات الكاميرا راح تدخل على الإعدادات وبعدها تنزل إلى الأسفل راح تجع لخيار اسم السفاري طبعا تعرفون متصفح سفاري، هو تابع لشركة آيفون بعد ما دخلت على سفاري راح تنزل إلى الأسفل راح تجع لخيار هنا given your camera تدخل على الكاميرا بحيث شب ω Touch, Ref用 и Service طبعا اكثركم على السماح انت خليها على رفض يعني اي موقع راح تدخل عليه يكون غير موثوق راح يطلب انه يدخل الى الكاميرا راح تعرف انه هذا الموقع غير موثوق طبعا اكثر المواقع اذا تشوفها يعني مثل ما نقول انه تسمح لك انه مثلا سفرة ورحلة وكذا وفقط ادخل الرابط فانت تكبس على الرابط واختلك صورة بدون علمك فهذه الخيار الوصول الى الكاميرا على كل مواقع الويب يكون رفض او تقدر تخليها طلب فتبقى انت براحتك لكن هنا اني رفض احسن حتى تتأمن على حسابك وعلى صورتك اتمنى استفاديت وطلب لا تنسوني باشتراك اللهك وتفعيل الجرس تحياتي ومع الف سلامة